رحل الذين نحبهم، رحلوا والتقل أن في قديم الزمان سيرة عطرة حافلة بالتاريخ والأمجاد سطرها العراقيون من الأجداد إلى الأحفاد وفي كل جنازة نودع رمزاً واسماً من ثلة القوم الذين جعلوا في سالف الأيام حق العراقيين أولى المهمات رحل وزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن الجبوري بعد أن اختتم مئوية بالتمام والكمال وأكثر قليلاً الدكتور الجبوري الذي يعرفه العراقيون جيداً سيما الشخصيات القيادية والسياسية ما ترك حزناً في قلوبهم على رحيله ومنهم رئيس الجمهورية برهم صالح الذي نعى الجبوري رمزاً للعدالة والإنسانية منذ ستينات القرن الماضي وحتى العام 2005 كان للجبوري حضوره الفاعل في معترك العملية السياسية والأكاديمية أولد الراحل مالك دوهان الحسن في الأول من تموز عام 1919 في القاسم ببابل إبان حكم الإمبراطورية العثمانية وحالياً محافظة بابل جنوب العراق وتابع الحسن دراسته في فرنسا وحصل على دبلون في القانون العام والخاص وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة باريس واحد بانثيون سوربون عام 1957 ثم أصبح أستاذاً للقانون في جامعة بغداد انتخب رئيساً للجامعة المستنصرية عام 1966 وبين وزارتي الثقافة والعدل كان للحسن اسمه الحاضر والفاعل والصانع لما يريده العراقيون من إنجازات وتطوير لكن الموت لا مفر منه رحل الجبور بقضاء من الله وقدر لكن شعب اليوم يموت كل يوم ألف ميتة بعد أن غابت وجوه الزمن القديم كالدكتور الراحل مالك دهان الحسن وكثيرون مثله ترجمة نانسي قنقر